اي حد في المنطقة العربية بالكامل بما فيها اللعبة اللي تلعب في الانديا المنافسة سواء في مصر او خارج مصر او حتى مع المنافس التقليدي لو سألتوا نفسك تلعب فينا او لك لعب في الاهلي ليه بقى مهمة لو سألوا نفسهم السؤال ده عيرتاحوا ليه نفسها لعب في الاهلي منظومة ادارة استقرار مالي استقرار اداري مفيش فكرة الوان من شو بطولات تاريخ شعبية جماهرية مستقبل قيمة ومكانة حاجات كتير جدا شوف انا بس في ظرف عشر ثواني قلت 11 عنصر بقى بقى انت لو رحت وسألت في الشارع جمهير الاهلي ليه اي لعب نفسه يلعب في الاهلي يانهر ربي هتسمع حكايات وقصص وروايات عموما الاهلي ما بيشتغلش الا تبقى للقواعد والمبادئ والقيم والثوابت وطبقى للامور الفنية اللي بيحتاجها اي مدير فن عمر الاهلي ما يجيب لعب لفكرة انه يخطف لعب عشان مدرب مش عايزه كلام ده ما بيحصلش في الاهلي عمر الاهلي ما اشتغل كده عشان كده دايما انت لقي الاهلي بيشتغل وبيكسب ليه لانه بيختار طبقى الاحتياجاته ومش هنروح بعيد هو في انتقالات يناير لما الاهلي جاب مراوان عطية وجاب احمد قندوسي اللاعب الجزائري اتقال ايه اتقال كتير والاهلي مش محتاجهم بعد سبع شهور ايه اللي حصل من اساسي من فرض اسمه ظهر بشكل اساسي من كان مؤثر مع الاهلي ولعب بشكل اساسي من الاهلي كان محتاجه فعلا في المركز ده عشان يلعب معه الفترة الجاية مراوان عطية واحمد قندوسي ايه اللاهلي بيشتغل بشكل مؤسسي وبيشتغل بشكل سليم ولا لا بيشتغل بشكل سليم حتى اللاعب الاجنابي مش هتكلم على اللاعب المصري ده اللاعب الاجنابي لو انت دخلت في صراعه معاي على ضمه عتلاه هو بيختار الاهلي رغبته الاهلي رغبته في المقام الاول الاهلي القصة بتبدأ من مدير فني اجتماعات مع لجلة التخطيط اجتماعات مع قطاع الكورة وبعد كده بيتم إبرام الصفقات ثم اعتماد مجلس الإدارة ده سيستم العمل داخل النادي الاهلي مش هجيب اللاعب واقعد جنبي هنا واجيب الكاميرا هنا وكلمتين كده وكلمتين كده واعمل جو الوان من شو ويبقى خلاص انا كده عملت الصفقة وانا البطل وانا التاريخ اشتركوا في القناة